موسيقى في إطار الحديث عن إيران وعن فلسطين وغزة وما يحدث فيها من مآسي للأسف الشديد خرجة جديدة للحرس الثوري الإيراني ليهدد بغلق باب المندب عن طريق تنظيم الحوثيين الإرهابي هما تنظيم متعودية متعكوهوف مدمينين على القات لا عندهم ثقافة لا عندهم تدريب عسكري متعودين على حرب عصابات ومتعودين على السلاح الفردي جامعهم الحرس الثوري وفيلق القدس هو الموجود يدير العمليات في اليمن في صنعاء واللي يقول غير هذا له كذاب يعني تخيل ذلك الحوثي المدمن على القات اللي ما يميزش ما يقدرش يتحكم في موبايل يطلق سواريخ باليستية تستهدف مكة المكرمة يصنع طائرات درون هذا خلونا من هذا العبث يعني شماعة الحرس الثوري وفيلق القدس هما اللي موجودين هناك هما اللي يقوموا بكل هذه العمليات المهم بعد ما باب المندب واللي الدور اللي يراه واضح ورهم يقوموا به هناك والهدف كله هو لأجل مضايقة دول الخليج وليست حكاية غزة إيران تبتز في قوى أخرى عن طريق هذوم الحوثيين غدوة تحقق مصالحهم تقولهم روحوا ارفسوهم في صنعاء هذا هو مثل ما تحقق الآن مصالحها بحماس وها هي ترفس فيها إسرائيل هذه خرجونا واحد الخرجة نقرأها لكم ونعلقوا عليها يعني صراحة خرجة من لالية تعموا عمامين لا يشبههم أولى إلا أولئك اللي يقولوا بأنه بأنه هذا المهدين تاعهم هذا اللي موجود في السرداب يقول لك لو يحكي مع خاميني بالموبايل يعني عنده 13 قر هو موجود في السرداب ما ماتش والحكاية هو ما فيها هذه باش نقولها لكم كيف أكل أئم من تاعهم الإمام من تاعهم الحادي عشر هذا لا ينجب لأنهم همون قلوا مرة عينوا واحدة رأوا إمام معصوم وصلوا للـ 11 قال كذا هو الإمام المعصوم تاعنا ما أنجبش قال لك راهوا أنجب واحد سرين وراهوا ما وراهوا في السرداب مخبي وكله كذب في كذب ما أنجبش أصلا المهم الحرس الثوري الإيراني يهدد بإغلاق البحر المتوسط وماذيق جبل طار توعد البريجادير جنرال محمد رذا نقدي مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون التنسيقية بأن البحر المتوسط قد يغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب جرائم في غزة وفق تعبيري ووفق ما أوردته وكالة تسنيم قال نقدي سيتعين عليهم قريبا انتظار إغلاق البحر المتوسط وماذيق جبل طارق وممرات مائية أخرى المهم بعد ذلك يتكلمت على ما يشار إلى جماعة الحوث اليمنية شنت هجمات ضد سفن تجارية تبحر في البحر الأحمر ردا على العدوان الإسرائيلي بحق غزة مما دفع بعض شركات الشحن إلى تغيير مسارات وقال البيت الأبيض أمس الجمعة أن إيران متورطة بشكل كبير في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر يا جماعة الخير خلينا نشوفوا واحد الأمر يعني بالله عليك باب المندب موجودة هناك الحوثي رحو موجود هناك موجود هناك الحوثي والحوثي رحو إيراني موجود معه الحرس الثوري يعني عندما يهددون بغلق باب المندب رحو موجود حوثي موجود لكن البحر الأبيض المتوسط أنهم يهددوا بغلق جبل طارق مذيق جبل طارق خلينا نشوفوا الخريطة ما تسمحوني نوري لكم الخريطة وبعد ذلك نشوفوا من الذي يقصدوها ها هي أمامكم الخريطة ها هو مذيق جبل طارق من البحر الأبيض المتوسط هذا المغرب هذا المغرب ومن هنا تحت ها هي هذه الجزائر وهذه تونس يعني آول لهنا ومن المحيط الأطلسي يعني بالله عليكم كيف شرح يوصلوا إلى هذا المذيق الإيرانيين إلى كيف شرح يوصلوا إلى هذا من يرح يجب حتى من الجزائر يعني إلا ذا كان يقصفوها بالسواريخ من الجزائر مكانش ولا يحتلوا المغرب المغرب صعيب يعني المغرب ما عندهش حتى علاقات بإيران ولا مجال للحرص الثور البوليزاريو بوليزاريو يفك روح السعافي تندوف إذا كانت خل المنطقة العازلة رهو 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 ذكر ما هوش حتى رجل ما نقولش رجل ها يا من يرح يسلو إذن هذا الكلام عنده معنين إما أنه حقيقي إذن أين تتواجد إيران إذن هناك تعويل على نفوذها في الجزائر إيران عندها علاقات قوية مع الجزائر وتوتدت هذه العلاقات إلى أمور عسكرية معناها أنه جاي الأنهار اللي من الجزائر رغل قولكم مضيق جبل طارق ترى هل الجزائر رح يتجرأ على هذا الأمر تمس إسبانيا وتمس بريطانيا وكذا وكذا ما كذا مفارغ أو أنه أحلام نحلموا بالنهار أنتم ما ركوا تحاربوا فينا وتقولوا ننهو إيران وننهو مشروعها ونحن مشروعنا راه يتمدد في المغرب العربي راه يتمدد في الجزائر وراه يتمدد وصارت عندنا ميليشيا مسلحة في الجزائر هي البوليزاريو وعندنا في النيجر وعندنا في كينيا وعندنا في دول إفريقية رانا تنمو مثل هذه الجماعات وجينهار وربما تولي عندنا ميليشيا مسلحة في إسبانيا والبرتوغال وهذه الميليشيات هي التي تلعب دورها إذن أحلام للمستقبل أو أنه هذه عنطريات الحرس الثوري فقط وهو الأرجح هي نوع من العنطريات كيف سرح يغلقوا؟ هذا مضيق جبل طارق كيف سرح يغلقوا؟ هو كلام من ناحية العملية كلام فارغ لكن من ناحية عقيدة المشروع أمر ممكن يحدث لكن في المستقبل ليس الآن الآن ما عندهم حتى شيء الآن المشكلة أنه عندها علاقات مع الجزائر شوف نعطيكم واحد الصورة باش تكون واضحة أمامكم إيران علاقتها مع الجزائر تبنى على محورين هناك علاقات رسمية واستراتيجية وعسكرية وأمنية وشيء من هذا القبيل هناك علاقات أخرى تتعلق بالبوليزاريو والتي تتحول وما لم يبقى إلا القليل وتصبح ميليشيا إيرانية مثلها مثل حماس وحزب الله وغيرها وراهي الآن رهي مشت بعيدا في هذا الأمر وهناك أمر آخر يتمثل في التغلغل الإيراني الذي غذت عليه الطرف الجزائر ويتمثل في نشر التشيع لصالح الولي الفقير وهذه راهي الآن أكثر من 15 ألف متشيع جزائر متشيع أقول عقائديا للولي الفقير يرى خاميناي هو الولي الفقير يرى خاميناي هو مرجعه يرى نفسه ينتمي إلى خاميناي ويرى نفسه أنه عبارة عن جالية خاميناية في الجزائر وهذا ما الآن رهي موصل إلى 15 ألف وفي الفطرة السنوات الأخيرة خاصة الأربع سنوات من تعتبون العمل وقع على قدم وساقية أنه ما قبل تبون كانت المخابرات الجزائرية تهتم بمسألة نشر التشيع في الجزائر الآن وعندهم ربع السنين ما ممنوع يهضروا عليهم وصاروا الآن المتشيعين الجزائريين يقيمون حتى التقوس انتاعهم تعاشراء وما إلى ذلك في حسينيات بين الظفرين تتمثل في بيوت وعلى عينك يتاجر هذا اللي راه صاير يعني بقوة إذن نظرة الحرس الثوري إلى ماذيق جبل طارق أنا أقول هالك تشيع المغاربة صعب يوجد متشيعين في المغرب موجودين ولكن كإطار يعني ممكن هيكلتهم في إطار منظومة معينة تخدم لصالح الحرس الثوري وفي لق القدس وفي إطار ولاية الفقه مستبعدة جدا لأن المغرب أكبر شيء يحرص عليه وحدة الترابية وحدة العقائدية أهم شيء من المقدسات وحدة السياسية فيما يخص ملكه أما الأراء الأخرى بتاع الحزاب شيء آخر لكن معناها إجماع في الجانب السياسي على ملكه وإجماع على طرابه من الشمال إلى الكويرا وإلى آخر نقطة حتى مع موريطانيا هذا مقدس عنده وأيضا هناك الجانب العقائدي بصفتهم مالكيين ومن أهل السنة وأي مساس بهذه المقدسات الثلاث في اعتقادي راه يعتبر مساس بالدولة المغربية لذلك من الصعب جدا أنه إيران تنجح في اختراق هذا الجدار والمغرب لم ينضوي على نفسه بل أنه عن طريق الدبلوماسية العقائدية والفكرية والدينية تغلغل حتى في دول إفريقيا على عكس الجزائر لا دبلوماسية دينية ولا دبلوماسية ترينى راي حتى الراي اللي كانت الجزائر تعتبره في مرحلة معينة يلعب دور لصالح الدبلوماسية الثقافية ما ولدش عنده حتى قيمة هذه المشكلة اللي رانا سيرين فيها وعيشين فيها على قدم وسار إذن الحكاية هذه راه مستبعدة بقيت هناك تحرك تشيع إلى حد ما في موريطانيا لكن ليس بالمخطر الكبير لكن الجزائر الآن هي التي مستباحة عقائديا ومن هذا المقام إنني أقرأ أجراس الخطر وأدعو الجهات الأمنية بضرورة التحرك في هذا الباب لأنه بلغ مستوى الخطورة لم يقتصر الأمر على التشيع العقائدي بهذه الطريقة لصالح الولي الفقير بل أنه عائلات المتشيعين يزوجوا بناتهم إلى الضبان تخيلوا هناك من أعرفهم بالأسماء كلما زوجوهم كانوا برطبة ملازم الآن بينهم اللي رهوا رح يطلع مقدم وهناك اللي رهوا في رطبة عقيد زوجته شعية وأولاده متشيعين ولا يرون إلا الولي الفقير في طهران وهو ضابط في المخابرات وعندي أسماء بعضهم يعني إذا كان واحد الآن راه رائد ولا راه مقدم ولا راه عقيد وزوجته شعية ولاده شيعة وربما حتى هو تشيع غدوا يوصل ولي جنرال ويمسك المخابرات وغدوا يصير يدخلوا في الأجهزة ويتغلغلوا الآن كاين متشيعين أصلا وهم ضباط مش كنا في مرحلة معينة نحكي على حكاية تزاوجها الآن كاين شيعة وراهم برطب كبيرة يعني شيعة متشيعين جابوا أولادهم وربوهم ودخلهم العسكر والآن أصبحوا ضباط تأكد بعد عشر سنوات ولا خمسة عشر سنة كيف سيصبح أولئي الضباط سيكونوا جنرالات يعني يصير عندنا عشرات الجنرالات من المتشيعين ليس مذهبيين ولا عقائديين ولا شيء في هذا القبيل المتشيعين لصالح الولي الفقيه في إطار الحرس الثوري معناها في إطار عمل استخبارات يستغل الدين من أجل تحقيق مقاربين هذا اللي شفر إذن عندما يأتي واحد من الحرس الثوري يقول رح نغل جبل طارق فرهانه على ما يجري داخل جزائر فالجزائر تحولت إلى وحدة رقعة جغرافية تغلي تغلي بهذا المشروع الرافض المشروع الذي يراهن عليه ما يسمى الولي الفقيه في طهران أما ليبيا حتى ليبيا رأوا تشيع دين رجل تونس منذ قيس سعيد عنده خوه متشيع خو قيس سعيد الرئيس التونسي الحالي راهو شيعي هراهم حتى هما قاديرين العجب العجب إذن إيران تدرك يقينا أنها ممكن أن تخسر قواعدها في المشرق فلذلك تحذر في قواعدها في المغرب إلى جانب أمر آخر خطير هو نشر التشيع بين الجاريات في بلجيكا بين الجارية المغربية والمغربية وأنا قلت لكم داخل المغرب صعب لكن هناك المشروع قائم على قدم وصاق في بلجيكا هناك أيضا في إسبانيا معناها عندما تروح وتصنع جيليات شيعية وتنتشر وكذا وكذا غدوة تصبح من عندك طائفة وممكن من الطائفة تصنع ميليشيا وتصبح تلك الميليشيا تخترق كل الأجهزة الأمنية وما إلى ذلك من هذه الأمور هذا هو التفسير الوحيد أما الحكاية الآن فهي بعيد المنال ولكن أنا أعتقد بأنه هذا المسؤول في الحرص الثوري يتحدث عن المستقبل وفي الجزائر وليس في مكان آخر وهذا الذي سنقف عليه يوما ما واذكروا كلا لا شيء ترجمة نانسي قنقر